اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل والتقرير متهيق لي شرح كلام كتير ممكن اقوله في المقدمة وانا هحاول رغم صعوبة الازمة اللي احنا فيها وانا لسه الجراح والالام ما بردتش من الحدثة المؤسفة اللي حصلت اول امبارح بتاع غرق مركب قبلة سواحل رشيد وزي ما قلت لكم النهاردة في الاخبار عدد الجثث وصل الى 165 جثثة والعدد مرشح للزيادة كل يوم مع عمل البحث والانتشال والانقاذ الجثث حتزيد انا هحاول مع ضيوف الكرام النهاردة ان احنا نقول كلام شوية مختلف الكلام ده من ساعة ما دخلتنا الاعلام واحنا كل كم شهر عندنا حدثة وكل كم شهر عندنا فقرة وبنتكلمه طول الوقت مكافحة ظاهرة والحد منها واقناع الشباب ورفع الوعي وكذا بس واضح ان في حاجة غرط وانا قلت لكم مبارح انه لما نبقى شغالين بشغل عملاق سواء حكومي او مجتمع مدني او اعلام او 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 كذا والنتيجة مش كويسة الشباب ما بيتأثرش والقوانين ما بتتغلف والظاهرة بتزيد وتتفشى لدرجة ان انا قلت حدرتكم ان فيه تحول كبير خطير حصل في ظاهرة الهجرة انه مش بس الشباب اللي عنده عشرين وخمسة وعشرين سنة عايز يدور على الثراء السريع ده فيه اسر بالكامل انت شوفت حدرتكم الرجل هو امراته وابنه ففيه هجرة شبه جماعية كمان فمعنا كده ان الامور بتتفشى واحنا طريقتنا مش مؤدية للنتيجة المرجوة ضيوف المشرفين النهاردة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية اهلا بك سيد 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 اهلا بحديث مشرفنا ايضا دكتور مهندس محمود عطية عضو مجلس النواب اهلا بك سيد سيد مشرفنا ايضا دكتور ايمان زهري خبيل السكان ورئيس الجامعية المصرية لدراسات الهجرة طبعا انا عارف ان احنا ما نتكلم في ظرف سيء واصعب حاجة ان احنا نتكلم وقت الازمة ووقت ما المشاعر متأججة والناس زعلانة وتعبانة وكذا لكن في النهاية دورنا ان احنا قدر الامكان نفكر في حلول وافكار وخطط تخلي اللي بيحصل ده ما يتكررش احنا عندنا مشكلة يعني واضح برغم المجهودات اللي من التمانينات واتسانات في مكافحة الهجرة ودور الاعلام والحكومة والجمعيات الشباب ما بيقتنعش وكل يوم كل يوم بيدور على سمسار الموت عشان يروح يرمي في البحر فين المشكلة لا المشكلة موجودة سواء بالنسبة لي ما يواجهه الشباب من اخفاق لتحقيق طموحاتهم دي طموحات مشروعة والمشكلة موجودة ان احنا ما كانش عندنا قلية بتنظم التفكير في الموضوع مش التنفيذ انت ممكن تنفذ لكن لازم تبني على تفكير في الموضوع الحمد لله وهذه فرصة نشكر رئيس الوزراء الأسبق دكتور بيبلاوي لان هو الفكر في انشاء ألي حزم بيبلاوي اللي هي لجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير شرعية هي انا كنت مستغربة الموضوع لانا كنت مسؤولة عن اتجار في البشر في هذه المرحلة ولما أخبرني وزير خارجية نبيل فاهمي بهذا كنت مستغربة قدم برضو بنشكر المهندس محلب اللي هو الأقر الصيغة اللي طلعت بها هذه اللجنة لانها تبقى تابعة مجلس الوزراء وعلى مسافة واحدة من كل الوزراء وفي مصر بين الوزراء انا مش هزا تكلم كتير عن هذا الموضوع لكن انا بجدو من وجهة نظري المتوضع بداية للحل انك بتحط اطار مؤسسي لانه ينظم التفكير في الموضوع ما الحلول موجودة احنا اقترع العجلة حلول موجودة نظم الحلول ما هي هتبقى ايه تشرية توعية تنمية صح؟ مش ده المسلس؟ مظبوط فازاي ننصف بقى بين التمنتاشر وزارة ده شغلنا في الزل الألم اللي احنا بنشهر بيه والأسانة بقول لحدتك خبر يمكن جيد وانا احنا جات لنا الموافقة اخيرا على كل الوزارات على اول استراتيجية وطنية متكاملة مبنية على تنمية متكاملة بالنسبة لمواكفحة الهجرة غير شيء انت بتكافح الهجرة يعني الخبر الخبر ان الموافقات الحكومية كلها كلها فدلوقتي هنبدأ في وضع الاستراتيجية اه لا لا موجودة استراتيجية جاهزة عندي من شهر يونيو تمام اخيرا جات لي موافقات الجهات اللي بتشترك معنا اجفنت طبعا